السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو عندي بزاف مدرج فيديوهات على القناة على بالي طولت بزاف بزاف مساحم بك ان شاء الله فيديوهات مليحة ومفيدة ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو راح يكون مقسم وقسمين وقسم الأول هو دراسة طب الأسنان في الجزائر يعني كيفاش نقرأه في الجزائر طب الأسنان يعني عموما والقسم الثاني هو لمحة على السنة الأولى اللي كنت جوزتها أحمد الله كملتها وأنا الآن طالبة السنة ثانية فراح ندير لمحة عن السنة الأولى وفي الفيديوهات القادمة ان شاء الله رايح نفصل في السنة الأولى في المواد في طريقة الدراسة في طرق المذاكرة وكلش فبقاوا متابعين سوف يدخلوا كما تكون ميتين أو ميتين لانتار ولا فرماسية على البالي بالله راح يفيدكم هذه السلسلة فين ثلاث فراع وفي آخر الفيديو راح نعلن على واحد الحاجة ما نقدرش نقول موفاجأة أو لا المهم نعلن على واحد الحاجة إن شاء الله راح تفيدكم بزاف 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 لذلك نظروا وحتى الأخر ورح نتعرفوا إن شاء الله أوكي بسم الله نبدأ بدراسة طب الأسنان في الجزائر شوفوا طب الأسنان في الجزائر نقسم على زوج أقسام كبيرة حبيت نقسمه على زوج أقسام كبيرة القسم الأول هو باش تخرج طبيب أسنان عام هذا هو القسم الأول بعده كاين قسم ثاني ولي هو التخصص كاين اللي حبي يتخصص في واحدة من التخصصات اللي كاينين في طب الأسنان فراح نبدأوا بالقسم الأول اللي هو ما قبل التخصص هاد القسم كي تكملوا راح تكون طبيب أسنان عام ولا دكتور أسنان عام صحوا هاد القسم هدايا فيه ست سنوات دراسة كامل على بلنا كي نكملوه راح تكون عندنا دكتورة يعني ست سنوات كافية باش تكون عندك دكتورة في طب الأسنان ولا دكتورة en maintenant هاد ست سنين كيفاش هنقسموهم السنة الأولى هي عبارة عن جذع مشترك مع المادسين والفارماسي كي نقول جذع مشترك ماشي مع عندها تزيد من بعد فصلكم ولا لا لا ركو في الأول مفصولين كل واحد يقرأ في الدباقتومنت تعوه في الكلية تعوه بالصح القراية تحسنة الأولى متشابهة في هاد ثلاث فروع ماشي أصون بوصون ما متشابه السنة الثانية والثالثة ولا ما يسمى بمرحلة ما قبل العيادي ولا هاد سنتين تكون كينا دراسة في الجامعة نورمال عادية زائد تطبيق في المستشفيات الجامعية في بالصح تطبيق ما يكونش على المرضى يعني تطبيق على غير المرضى يكونوا دي تي بي ماشي على المرضى السنة الرابعة والخامسة هاد سنتين اللي تسمى بمرحلة العيادي هاد سنتين تكون قراية في الجامعة عادي زائد تطبيق في المستشفيات الجامعية بصح تطبيق سيكون على المرضى يعني السنة الرابعة والخامسة ديروا في بلكم باللي تولوا تتعاملوا مع المرضى عادي سنة السادسة وهي سنة خالية من دراسة في الجامعة يعني عنا تربص غير في المستشفيات ما كانش كامل قراية ما كانش امتحانات كينكملوا هاد ستربص كين مذاكرة ومناقش المذاكرة ممواغ وسوت ناص وكينكملوا بيانسوع راح تكونوا دكتور ولا دكتورة في طيب الاسنان هاد هي المرحلة وللقسم الاول من دراسة طيب الاسنان في الجزائر ورح تتخرجوا كطبيب اسنان ولا طبيبة اسنان عامين فقط هاد هي القسم الثاني واللي هو التخصص التخصص يدوم ربع سنين ونص ماشي كامل اللي يكمل ست سنين تاعو اللولا يقدر يدخل للتخصص علاش؟ لانه كين مسابقة هاد المسابقة هي اللي تفصل مسابقة وطانية بجانسوع يكونوا كينين عدد من المناصب ورح يدو هادك العدد اطباء هدا ما كان كي الواحد يدي تخصص يدي المسابقة ديالو يولي طبيب مقيم في المستشفى يعني عنده منصب عمل في المستشفى وفي نفس الوقت راح يقرأ حتى يكمل اربع سنين ونص تاعو بش يتخرج كطبيب اسنان مختص في احدى التخصصات الخمسة اللي كينين في طبيب الاسنان التخصصات هما خمسة البارو دونتولوجي الباتولوجي بيكو دونتر الو دي اف الو سي خمسة الاسبيساليتي راح يدو بيانسور عدد معين من الاطباء اللي راح يكونوا اطباء مقيمين في واحدة من هاد الاسبيساليتي يكونوا خيروهم بيانسور على حساب النقاط بيانسور كلش على حساب النقاط كما في الباك كلش على حساب المعدلات والنقاط النقطة للتعاود بزاف تاني الخدمة 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 صراحة انا ما عنديش تجربة انا هداوي نراني طالح لدوز يماني ما زال قدامي مشوار طويل وعريض لكن وشان يشوف الاغلبية يكملوا ست سنوات يتوجهوا لعالم الشغل ولمناصب العمل يلقاو وما يلقاوش يلقاو بسهولة بصعوبة الله اعلم كل واحد وكيفاش كل واحد وكيفاش كل واحد وكيفاش كل واحد وكيفاش كل واحد وقدراته كل واحد وقدراته فعود انت اركدوك او هداوي نحي تدخل لطيب الاسنان او انت حاب تدير طيب الاسنان كتخصص تقرأها في الجامعة ننصحك انك تقرأ مليح تكون روحك مليح تدير مبان فورماشن لك من بعد ربيه سيفتح لك الابواب ان شاء الله ركز على روحك كتر سقم وطور من روحك من بعد رح تتفتح لك البيب ان شاء الله يا ربي فما تخممش منذرك على بعد ست سنوات ما زال الحالة بزيف بعيدة ما خارج تب الاسنان بعد ست سنوات كنا قلنا المخرج الاول هو التخصص يعني جوز مسابقة التخصص ويكون عنده منصب عمل كطبيب مقيم في المستشفى الحل الثاني هو انك تفتح عيادة خاصة بك اللي عنده امكانيات وقدرات الحل الثالث هو انك تروح تدير دي رمبلاسمان عند الميتسان دانتيست والحل الرابع هو انك تخدم في البوليكلينيك ولا في المستشفى سنهضرنا ان جنرال على دراسة طب الاسنان في الجزائر دركا رح نهضر لمحة على السنة الاولى شوفوا ديروا في بالكم اي حاجة رح نهضر عليها على السنة الاولى اي مودول او اي مادة رح نهضر عليها رح نفصلها في فيديوات جاية يعني السنة الاولى رح ندير ندير فيديوات بزاف عليها ورح تكون مفصلة وكيفاش تقرأوها مليح وكيفاش تدبو بون موين ان شاء الله لأنها ليست ممكن و تقدرونها ان شاء الله السنة الاولى من وجهات النظري ولا من تجربتي الخاصة نقدر نقول لكم بالله هي ضغط جاميل الخاصة في كلمة ضغط جاميل هي الصحة كبيرة بزاف بالصحة وكيفاش تدبو صحة وكيفاش تدبو وكيفاش تدبو بزاف المودول خصوصا انا كنت نقرأ امئة من قبل لم يكنوا شعبنا بزاف المودول صراحة كنا يربي ستسبع المودول وكيفاش تدبو بزاف 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 وكيفاش تدبو بزاف ما رهمش مواد أساسية بصح يأثروا في المعدل تأثير كبير 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 إماجينيوا كل واحدة فيهم معاملتها ثلاثة ما كمان كين تاني لاجينيتيك لفيزيك ولسيتولوجي لاجينيتيك علم ويراثة لفيزيك فيزياء ولسيتولوجي علم الخالية هاد ثلاثة كل واحدة فيهم معاملتها زوج آخر ثلاث مواد اللي هما فرانسي أنجلي وأساساش هذو ما المواد يتبدلوا من كلية لكلية كين لقرؤوا انفروماتي كين لا يقرؤوا في انجلي كين لقرؤوا في فرانسي يعني من كلية لكلية يتبدلوا لأنهم مواد معاملتهم واحد يعني زيادة في العام كل ما دا ولا كل موجول أهدرت عليه رح نفصله إن شاء الله في الفيديوهات القادمة كيف اشتقرواه وش كين اختلافات بينكم وبين الطب والصيدلة وشنو هم العفيس اللي كيف كيف أسكو تقدروا تقرأوا معاهم أسكو ما تقدرواش تقرأوا معاهم كامل هادو مصوالح راح نفصلهم ان شاء الله في الفيديوهات الجاية مادة بمادة موجول بموجول ان شاء الله نظام الدراسة والنظام الامتحانات في السنة الاولى ان نركز في السنة الاولى برك هو نظام عادي كما كنتو في الليسي سيخطو في الجي يعني في الفاكولتي دي الجي احنا عنا ثلاثة التخيمس خاني ثلاثة فوصل كما في الليسي سوا سوا الفصل الاول من اكتوبر الديسامر ومبعد عندكم لازكزامن الفاسل الثاني من جنول في المارس ومبعد عندكم ليازكزامن و الفاسل الثالث من الفيد الجواة ومن بعد عندكم ليازكزامن يعني 3 ع اي خلا 1 ت 2 ت 3 مورو كل سمانة تعليزيارياريارياريارياريارياريارياريارياريار للسامر راح يافيشيولكم الليل نوات تع أهدوك تلك الاي sand ٧ اذا حبيت Vieت تعرف معدن كالفصل ي syn khocture in every part كل فصل تحسب وحدك بالصح في الاخر العام هما رح يحسبون لك كلش ويعطون لك الوتوطال العام باللي رحك طلعت وكي وسبون وهذا هو المعدل ديالك نحن نهضر لكم بصراحة عن تجربتي الخاصة هنا في السنة أولى صراحة هي ضغط كبير بالصح تقدروا جاريوه كي تكونوا منظمين وآجو ومستفين روحكم ولا غير جاريوه مثال برك انا في الفصل الأول كنت منظمة وكلش في بلاستو ونقرأ سواسوا وكلش جبت موين فاتت 14 بصح في الفصل الثاني والثالث خليت الحالة تتراكم وليت مع البالي بوالو اهبط يعني العام كمبلي طلع علي 12.44 العام كمبلي كان 12.44 مع العلم على البالي بلي كنت قادرة نجيب كتر بركتها ونت في الفصل الثاني والثالث على البالي الغلطات اللي يدرتهم ومسؤول عليهم فقلت لكم هي صح حاجة جديدة ضغط جديد قراية جديدة بلوغة جديدة وكلش لكن تقدروا لها ان شاء الله والله صراحة تقدروا لها نجيل نقطة واحدة اخرى واللي هي المعلومات ولا الدروس اسكوا وعرين ولا لا لا صراحة انا من وجهة نظري الخاصة ومن تجربتي الخاصة صراحة عاديين والله العالي العظيم غير المعلومات مفهومة جدا إذا كنتوا شغال جديد البخوف ما شاء الله ما عندما نقوله غالبية البخوف هايلين يشرحوا تفهموا والله الصراحة يعني عادي جدا ما رايش هذه الحالة الواء ووعرة صح يلاحقوا دروس كين دروس وين ما عرين كين ديموجول فيهم دروس صح ووعرين تحسوا راحكم لي ما كوا فهمين والو ما راح تفهموا والو لكن بالعقل بالعقل كلش راح يكون عادي صراحة ما تدخلوش بهذه بدك الخوف والرهبة لا لا كلش عادي معلومات مفهومة كين وين مرات بسيطة كامل نقولها هادية كين معلومات وين دروس سيجوكم سهلين سهلين عاديين جدا فانظن انه الصعوبة ما راحش في المعلومة في حداتها ولا كيفية فهمها الصعوبة هي انه كيفش تشد المعلومة كيفش تقراها كيفش تخليها المدى بعيد كيفش توظفها شبنص الصعوبة راح هنا اكتر من من الفهم هادي هي وفي نهاية هذا الفيديو شكرا بكو لأي واحد وصل لهذه النقطة لهذه الدقيقة و لهذه الثانية الفيديوهات القديمة راح نفصل لكم كل مادة طرق الدراسة راح نفيدكم كساسواء مادسين مادسين نظنكم كين حاجة واحد اخرى ولي كنت قلت لكم في الول ساعة الفيديو واللي هي ان شاء الله راح نكونو فيديوهات شرح اناتومي و لا فيديوهات شرح اناتومي ان شاء الله توصل وتعود توليد سمع على فيديوهات شرح السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة